تخيل عزيزة عزيزاتي المشاهد ان مفيش حد من صحابي عايز يصور معايا بسبب المقطع ده النهاردة شباب جالنا تحدي من منظمة الاسي سي بي وان احنا هنتصل على الوحش اللي قدامكم على الشاشة ده واللي عملنا عليه في فيديو قبل كده وكان من اكتر الفيديوهات كانت رعبا في القناة هنا والصراحة الغريب في الموضوع ان انا مكنتش متوقع انه يظهر لي وظهر لي في الفيديو وكررت ان انا اتصل عليه النهاردة ونشوف ايه لا يحصل ولا الاول مرة كولنج اسي سي بي ناين 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 انتو متخلص شباب اللي ممكن ده عصفه مقطع النهاردة فقبل لابداء المقطع باتمنى من كل واحدة ايه بتفرج على المقطع ده انه يصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام اذكر الله لا اله الا الله بتمنى منك عزيزة المشاهد انه قبل لابداء المقطع لو بتحب القطط فين فين القطة اهي لو بتحب القطط ايه? خلا بلاك انت ما انت ما تفاتش معايا الفيديو ده ايه الوحش اللي انت بتقول عليه ده? اه ما متخافش يا رامي انت عارف يا رامي ان اخوك حبيبك اه ما كانتش وحشة عادي ده انا بقول لتسحس الخاف انت انت بتخاف من اللي هي المنظمة بتاعت رفوش دي انت بتخاف منها? لا لا اكيد يعني لا بس يعني بص هو انا لو شفت مني ردة فعل وحشة يعني حاضر حاضر بس لو فيه حوشة او كده انت لاتبقى في المقدمة ماشي عشان انت عافي ان انا بحبك وكده ماشي يا بلانت بحبك او انتو بتحبوا القطة او البسة او البزونة طبعا كلهم واحد اللي هي القطة يا شباب اضغط لايك واشترك في القناة مش مشترك وفعل زر التنبيات واكتب تم في الكومنتات لان قدامك عشر سواني لو ما اضغطتش لايك واشتركت في القناة وفعلت الجرس القطة الصغنونة دي هتموت شو فالكيوت دي هتموت لا محمود لا يحط لايك ويشترك وما ما موتاش يلا عشرة تسعة تمانية سبعة ستة خمسة اربعة تلاتة اتنين واحد هتكون لكم اضغط لايك واشتركت وفعلتوا الجرس وكتابتوا تعمل في الكومنتات في عشر سواني اعرف ان انتو اساطير فبسم الله رحمن الرحيم دلوقات شرع يا محمود عشر سواني ليه تبدأ انا عملتها في خمس سواني عمو في كل قناة اخ خمس سواني اضغطت والله العظيم انك وصورة شباب انتو عملتها في خمس سواني ده عملها في خمس سواني اكسن بالله انك وصورة شباب ممكن اعملوه في ثانية واحدة لايك واشتراك اتصدق ممكن احطوا بقية على لايك والاشتراك وادغطوا مع بعض جرابوا كده يا شباب والله اتصدق ممكن اتبع حلوة اتغط على الزرار احمر تحت مع لايك كده الاتنين في نفس الوقت اوكي يا شباب مسم الله الرحمن الرحيم دلوقات زي ما تشايفين دخلنا القرية اللي المفروض موجود فيها حد من تبع منظمة الاس سي بي بحيس ان هو يدينا مهمات ان احنا ننفذها بعد كده يدينا الموبايل او التليفون اللي نقدر ان احنا نرن عليه او نتصل على المنظمة دية الشباب تبعتلينا الوحش اللي كان قدامكم على الشاشة من شوية او اللي قدامكم حاليا ده ونشوف ايه الله يحصل معنا محمود شايف ده شايف اللي تحتين ده استنى بس ده في منه اتنين وات معلشان كده يا محمود هي ديت القرية اوكي استنى انا حس ان دي قرية فعلا مش طبعية شباب بنات اكسم بالله انا اول مرة ادخل القرية دي زي ما انتم شايفين اتنين حداد او باي جاد انتم متخيلين يعني اتنين حداد استنى استنى خش شوف الشيس اللي عنده في ايه اوكي بانطلون وخبز نايس اوكي حلوين دولة شباب نلبسهم كده تمام تعروع عند الحداد التاني نشوف عنده ايه وريني كابلان انتم عنده ايه برضو نفسك ايه اوكي وريني كده سيف و ايه تاني هاي استنى بيعمل حدادة سمعته من الصوت هيا تاني هات السيف اللي انت خط انا اخد السيف عشان انا اللي قابل الوحش بس انت لا توقف مقدمة يعني او هيتسلع عليك يموتك ماشي انا بقول جايمة محمود لا بص هو هيتسلع عليك يموتك بعد كي يجي لنا ماشي موافق يعني يا محمود يرضيك يعني صاحبك يكون وقع على الارض كده والوحش يعدعط فيك لا يا عامل ان شاء الله مش هيحصلة تقلعك المهمة يا شباب زي ما انتم شايفين القرية بكل اخر دي او كل اخر الجزيرة عليها قارب بالصراحة الموضوع ده غريب و انا او مرة ادخل قرية على البحر زي ما انتم شايفين كده في يه تحت شعب مهورجانية او حيوان 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 اسمه ايه اليكسولوتود ده ولا الاكسولوتوب بانش عمسه اليك بووووووووووو размер بوش بوشة محمود بوش بوش في svمك اليهي الميت ميتي بظاوهو من اللي موت السمك ده؟ انا معتقد الوحش دوت؟ بس اكيد ما لهش علاقة يعني انه هيجيت ما بيحبش السمك تقريبا بس دي يا شباب هو ليه لانا القارب يعني ليه في كل اخر الجزيرة قارب عشان احنا على البحر يعني وكده وده بيبص علينا بالعين السحرية بتاعته يعني انا مش فاق مصيب بصيلي ازاي شباب والله انا امشي سمك بالموم تعالوا ندور على المكان اللي ليه علاقة بالمنظمة العالمية بتاعت الوحوش الاسي بي فبسم الله الرحمن الرحيم ممكن تكون في بيت من البيوت ديت فانا برضو هاخدش البيوت عشان نشوف لو فيش استفعية حاجة ناخدها اي اغراض بحيس ان احنا يبقى محتاجين يا شباب الفترة ديت اوكي لقيت شيس. ثلاثة حبات امرال ده يا شباب. نايس جدا. وحلوين اوي اوكي هنا برضو بصوا حتى هنا في اخر الجزيرة برضو. اوكي طعنة لعم الماء دي. شوفوا هنا ب وفي قارب انه كهوت. فالموضوع ده غريب جدا واول مرة يحصل لي. فالجاوبة ده يمطر ودي حاجة كويسة جدا دشرة خير ندخل القراويين كلهم البيت بتاعهم طبعا طالما درابط الجرس كلهم هيدخلوا ببيوت فدي حاجة كويسة جدا وبسم الله الرحمن الرحيم اتوقع البيت ده في شاست ياب في شاست وفادي. شمعنة? خدته في ايه? كان في دروع الجلدي. خلاص خد خد لا لا خد الخوزة خد الخوزة انت البيسة ايه اللي هناك دي. الي هينك قد نزالي. اه ها سفينة يا محمود. Russني سفينة يا اشباب. اتوقع اني للقيه علاقة من منظمة. واو يا شباب. تعالوا الرجوان ونشوف ما اللي فيها. يا طرق اللي موجود في السفينة اتوقعه تحت في الكمنتيات اللي هتوقع صح надоمكونلي قلب. اكتبوا 一些 من حاجه اللي اتوقع ان ايه موجودة. يا رب يا رب سفينة الاول مرة وكسر الصندقة التوичع عند المدقدة لا يهمهم أهلا يحبك ايه ده? 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 ايه? مقدرش اضرابك تقريبا. لا اقدر اضرابك. ما اللي يعني ايه? ايه? انا شايف حاجة. انا شايف الدنيا حلو. تعال تعال ما تخافش عالي. المهم ماشي بقى زي ما انتم شايفين استكشفنا السفينة وما فيش اي حاجة حق غاية دلوقتي. بس هال يا طرق الموضوع ده موجود فعلا في القرية زي ما بيقولو زي ما الموت باك مكتوب في ان الوحش اللي تقدر تتصل بيه موجود هنا في القرية. فاحنا بردلوقتي هنبص بس. اوكي. فيه كرة واقف هناك. اوه. ملاحظ حاجة? ملاحظ بس بص. فيه كرة وهناك بصاين. مكتوب جنبه صاين. اوكي. ارسلونة. بجد صاين بقى. وات ده صاين باللونة بقى. استنى في زراء اللي هنحي خلي بالك. ما تدص على زراء من اللي ورا دوت. او بس تمشي جنبهم كده ليكونوا ارفف والحاجة. ايوه. اوكي. لو خلصت كل المهمات سفتحصل على الهاتف. هو هو. ايه ده? ايه ده? اقرأ الاسم بتاع اس بي ناين ناين ناين. هو ده وحشي بخوفها محمود? لا ده طبع المنظمة بتاعت الوحش اللي بتخوف. او ماي جاد. اوكي. في السندودة في ايه? اوكي السندودة في خريطة. ايه ده? في نقطة حمرة? احنا ماخدناش بالنا مينة واحنا جايين في وسط القرية? تعالك يا يا بلاني. تعال دي هتوقع لها علاقة يا شباب بالموضوع ده. ازاي اصلا موجود في القرية الكلام ده? اوكي تعاني مش كده. اوكي ايه. ايه. طب استنى استنى عشان احنا قربنا قربنا. اه معاك بكاكس خشب طبعا. خلي معاك هاتو. هاتو هاتو هارضل منك دلوات يعني. ايه بكاكس. بس بكاكس محمود. شو? اه ستون ايه? ايه بكاكس خشب خشب ايه. اوه ده. ماشي ما هو ده القابل ستون. ده القابل ستون تمام? هي دي المنطالة موجودة في الخريطة? ايوه هي. واحدين ازاي ده? اوكي كسر 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 يا طرق ايه اللي موجود. انا معاك بكاكس استنى. معاك بكاكس محمود قصر. وصع وصع معاك بكاكس. اوكي. بس اندوق. اوه. اوه. بو. 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 بو كتاب. ايه. هاتو. اوكي. هاتو. اوكي. ناخد. اقرأ محمود لجوالكتاب ايه. اوكي. اقرأ الكتاب ده. ايه ترى ايه اللي موجود فيه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. جزين للكراءة يا شباب. متنسوش حطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. قبل ما نفتح الكتاب ده. يلا سري تو وان. اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وره نقدر ان احنا نعيش الحياة يعني اشي قابل ده. يحشل محمود بقى اول مرة تقتل لحاجات دي. المفروض ان احنا نروح نوديها للقرة ويددينا الهاتف اللي هنتصل عليه من منظمة طبعا انا ما طلبش مني ان نقع لحم واحد فانا هجيب له لحم الخنزير كده كده وهوحوش وكده يا شباب فبياكلوا اي لحمة فانو قد نجمع اربعة وستين حباية لحمة بالسيف الايرون. ايه? بما ان ماينكرافت غبية كده شويتين ما رأيك ما تجمع لحمة من ده ومن ده ومن ده. ما اول ده. اه صح. نعمل لحمة كده طالما الحيوانات ممكن ما لقيش منها نفس النوع اربعة وستين. خلاص اوكي انا هجمع بقرة على خنزيرة على مش عارف ايه. اوكي يا الله بسم الله طبعا وما طلبش مني لحمة معينة. فهو ده اللي انا اجيب بقوله طبعا هاسيب البقرة الصغيرة. انا هاتل بس البقرة الكبيرة. لا 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 هاسيبي الاسيب الكبيرة. اوكي انا هاسيب الصغيرة يا شباب لانها في يوم ما تجبر برضو. بس ما تجبر وتعيش حياتها. اوكي تعالوا بقى ندور على بقية الحيوانات كده احنا معانا تقريبا حداشر لحمية. حداشر لحمية يعني اصلنا تقريبا تلاتة واربعين لحمية. او تلاتة وخمسين لحمية. تلاتة واربعين اتوقع. يب. فبسم الله تعالوا ندور كده على خلفان خلزير. والله لو في لحم حميرة هجيبهولهم. اوكي لقيت خلفان هنا مجموعة من خلفان كويسة. هنقدر انها هنقتلها دلوقتي ونجمع منها استكات من اللحم. بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اتوقع ان في تطويرة معينة اسمها بتديك بدل اللحمة اتنين. ايه يا محمود انت بتفتكرني خروف. لا يا عم اكيد مش هقتلك عشان انت خروف. استني برضو هنجيب لحمة دجاج معانا. اقول ليه الفراخ دي يا شباب ما الفراخ خويس. ايه? هي لحمة اللي احنا بنجيب منها عسل دي النحلة. اه. دي فيها لحمة? لا. النحلة ما فيهش لحمة يا بلانتين اللي انت بتقولوا ده. ازاي اللحمة? النحلة فيها لحمة. ايه ايه ده? حلو اللحمة ده. النحلة فيها لحمة. اوكي? يلا بسم الله. اخر خندير. تمام? في خلاف. اوكي. في مجموعة خرفان هناك. اتوقع يا شباب انه كده كواس جدا معانا تقريبا دي خمسة وسبعة اتناشر اتناشر واحداشر تلاتة وعشرين. تلاتة وعشرين. ويه? في لحم زومبي. تلاتة وعشرين بقى ستة وعشرين. ستة وعشرين حباية. اوكي. جماعنا نص تقريبا يا شباب. كده اتوقع عن مهمة اللحمة اول حاجة تخلص معانا. وفي حصنا هنا لو عارفنا تجيب منها اللحمة والله يجيبه منها بس هي ما فاشل لحمة طبعا. اوكي يلا بسم الله خرفان. والله انت عارف انا لو عايز الخرفان دي امري ما لقيها. والله عمري يا امري. اوكي يلا بسم الله. اوكي اللحمة بصوا اللحمة وقت في المية. ناخدها كده. اوكي. شوفو بلانيت عايز زرك بالحصان. تمام كده اتوقع كويس جدا. هنروح الناحية تانية نجيب شوية الدجاج دولت مع شوية الخرفان دولت. واتوقع ان اول مهمة كده هتكون خلصت معانا. صحة ولا لا يا عم بلانيت وتاني مهمة ايزي جدا. ان احنا نروح البحر. المهمة دي ايزي يعني بس الدولفن بقى اصعب حاجة. الدولفن في مراكب موجودة في القرية هناخدها على طول ونروح في نصف البحر يا شباب. ونشوف الدولفن وعلى طول. اوكي. نقتلهم بسيف الايرون. محمود مركز قوي ده انت ايه? ايه. ايه يا حبيبي انا عايز اخلص ام المهمة توسع كده بدل ما قتلك مكانك خروف يالله بس الله رحمة رحيمة كده معانا قديل ستاشر وسبعة. ستاشر وسبعة اتوقع اربعة وعشرين اربعة وعشرين وحداشر يبقى خمسة وتلاتين آآ خمسة وتلاتين وتلاتة يبقى تمانية وتلاتين تمانية وتلاتين واربعة لحم الدجاج يبقى تسعة وتلاتين. تسعة وتلاتين في سمك. اتت تعرف يا محمود? في سمك لحمة برضو بتتاكل. اوكي هات? محمود. ايه? 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 انت تعرف انت تعرف العقل اللي في دماغك دوت مفيش عقل. ايوه انا عندي بطاطة. انت دلوات ركبتها. انت ركبت عقل في مينكرافت. ايوه يا شبابا عندي مخ مش بطاطة صلا انتم بفكرين ايه? ايو ايه? ايه؟ ايه عايزين نروح المكان فين؟ فين المكان بتاعنا? ايو كان لناحية دي خلاص اتوكع النواة كده هي كفية اصلاً من ناحية اللحمة مش بلهم لحمة تاني. كده كويس جداً وتتوكع نواة كافية. هيي. القرية بتاعتنا منين? اه توكع عني ان الجهة دي. ايه يا الله بسم الله اروع عن الجهة دي. ايه ابني كده اصوف 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 اتعارف الصوف دوت احلى حاجة في الصوف ده ان في الشتاء بيدفيك. وفي الصف يحررك. يعني انا مش عايف المعلومة الفيديو. ايه? ايه المعلومة الفيديو. ايه القرية من هنا. اوكي. يلا باسم الله يا شباب. هنروح القرية ونرجع لكم. يلا بينا. اتوقع ان انا كده خلصت اول مهمة وخلصنا كل حاجة معانا وجمعنا استكيات اللي احمل لهم محتاجينها وكده خلاص يا ايها الفضائيين يا كده خلاص اول مهمة عملناها. نا استنا يا شباب المهمة التانية وان احنا ناخد اي قارب من القارب دي ونتكل على طول او نتجه في ناحية البحر في نص البحر ندور على الدلافين اللي موجودة في نص البحر ونبدأ ان احنا نقتلع. طبعا نقتل خمس دلافين بالسيف الايرون ده اللي هو مطلوب من انا اول حاجة عملناها. هنحط له كل اللي احمل لنا اتوقع ان دول هتستاك وفوق الستاك كمان. تعال بلانت. اركب ورايا. ايه? اركب ورايا يا الله. نروح نص البحر ندور على الدلافين. بص با ايوة. في دول في اندلق دا حيوانة يا شباب الجديد اللي هو الاكس مش عارف ايه دوت. والله اسمه اسمه غريب جدا. طبعا ما فيه شعب مرجانية ايه عرف ان هنا في دلافين. فدور كويس جدا على الدلافين. اوكي. اوكي. يا شباب اعلينا في دلافين. لازم اني بتقريبا عمين سلاش دفكالتي نورمل اتوقع عشان الدلافين تزهر. فباسم الله الرحمن الرحيم. دور كده عايزك تركز اوكي. المكان دا يعني تحس ان هو بيد دلافين كده. او بيد بسيط ايه ده? ايه ده? ده بيد بسيط هنا ولا ايه? بيد بسيط انزل كده شوف. سانية منزل. اوه ده مكان الكريستل. او مال جود. وات ده? ايه كريستل ده? تعالوا. شوف. سامع الصوت. اوكي سانعلكم الصوت سامعين. اوكي دقيقة. سامعين. طيب بقول لك ايه ما ينفعش نكسر واحدة من دية ونكديها للقروي. ينفع تكسر كل حاجة اوه. بس لازم ان بيكاكس تقريبا يعني. لديها للقروي يا عام رشوة يا عام. لا لا رشوة ايه لازم اني قتل دي مهماتي حبيبي. اوكي يلا بسم الله تعالوا نطلع من هنا. اوكي نركب القارب على طول. يلا 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 اوكي. تعالوا على الجزيرة دي نبص فيه فيه سفينة شايف السفينة اللي هناك دي اكيد في دلافين قريبا منها. اوكي يا رب دلافين يا رب. او ايه لينك ده? انا هنزل السفينة دي اتيمكن نلاقي لها حاجة لها علاقة بالدلافين استنى. اوكي بسم الله تعالوا ننزل كده اوكي فيه هنا شست. افتح الشست. برضو اغراض من من منظمة الاس بي وما محتلين العالم ولا ايه اوكي فيك اوه يا الايرون والدايمند. او اوكي 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 اركب خارج تمام يلا لمكون بريد يا شباب انا مش فاهم يعني ازاي. ما فيش ولا دولفين يعني في المنطقة هنا. زي ما انتم شايفين يا شباب ولا دولفين في المنطقة حرفيا. فهضطر ان اروح منطقة تانية يا شباب ليه علاقة بالدلافين او تكونوا رايبة من الدلافين. وهرجع لكم. يلا بنا. بصوا شوي reinice حانا يكون صريح معاكم. احنا ما لعلناش ولا دولفين في البحر. فضطرينا ان احنا نرص بين الدلفين بشكل عشوائي ان احنا نقدر ان احنا نعمل المهمة لان مش ينفع اصلا ان احنا نرجع كرياتيف وان احنا ناخد الدلفين ديت وندع لهم كده لا احنا لازم نقتلها بالسفل ايرون فرص بينها دلفين بدل زي ما انتم شايفين بالشكل العشوائي ده وهننزل لهم دلوقتي والمشكلة ان انا او ضربت دلفين واحد كل دول ههاجموا علي اوكي فا اوكي وبيلف حاليا لكده اه اداني بريز اتواقع عشان تعرفوا ان دايما الدلفين بتنقذ وان ايه طيبة وكده ومش عارفهم مصرحة ايزين نقتلهم ليه اه هلهم ما بيخلونا اشرار ولا انا مش فاهم الصراحة بس مش مشكلة اضطر ان نقتلهم تعالى 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 ايوة 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 بيدرب بيدرب خلي بالك اوكي كده انا قتلت اول واحد اول واحد يتقتل الشباب ناقص لنا الباقي اوكي نوطي الصوت شوية عشان نبقى سامعينهم يلا بسم الله تعالى انت الدرع عليك انت بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو انت تعال انت تعال انت تعال انت انت حبيبا ايوة واحد اتنين خلصنا كده يا شباب مهمة الدلفين واتوقع عشان تبعارفين الدلفين بتنكزك بصوا يا وصلتنا لحد الشاطئ. هما خلواني اقتلها تقريبا عشان خاطر وما كده بالنسبة له مش شر اللي احنا هنعمله وهو بالنسبة له حاجة كويسة فاتوقع الشباب ان كده خلصنا مهمات ودلوقتي اضطر ان انا روح هحط السمك اللي طلع من الدلفين اه او الدلفين كان في سمك انهو سمك تاني ايوة السمك اللي في دك ده هاتو مش زال لو اعمل دلفين هاتو 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 ايه بترميه في البحر ايه اه مش ده طلعت الدلفين لهم تلاقيه اربعة ناسة مكاية ده انا شاط منك يا عمي اوكي خلاص بص بقى انا روح هحط الاغراض دي في الشيست وانت اخد منه الموبايل اول ما ناخد الموبايل انت اللي هترن عليهم عشان الله وظهر يظهر لك انت وكل لسلطة طيب ان شاء الله انت اللي تموت وربنا اعرف اصارك اه اه كان طير في السماء بسم الله الرحمن الرحيم يلا بنا يا تباب نحط اخر اهراض معنا في اخر مهمات بتاعت نظمة الاس بي يلا حط حط هاتي اكس بي دي اخدها تمام انا اخدت الموبايل اما احمود بس في في حاجة كده ايه انا مش عارفها وريني كده انا دلوقتي كان معي موبايل بتاعي انا تمام ايوة موبايل اخدته من الكروي ايوة بقى اني بص انا هديك الموبايلين اوكي بص ده بتاعك ده بتاعك اللي معلوش اسم وده بتاع من نظمة الاس بي لتس جو يا شباب كده خلاص يلا بينا ننتسل على وحش من نظمة الاس بي ونشوف ايه اللي يحسن معانا يا رب بصورة انا خايف بجد بجد يعني عايز اقول لكم ان انا مرعوب وفي نفس الوقت عايز اريدن عليه واشوف ايه اللي يحسن معانا طبعا انا وبلايب بس اللي موجودين هنا محدش من شباك انا عايز اصور معانا في فيلم ده او التصوير ده او كل حاجات اللي انا بدأ اعمالها دي لانه وبيترايب من الحاجات الرعب والوحش وكده فلا انت جاهز يا لاي اريو ريدي او انا جاهز اريو ريدي او انا جاهز اريو ريدي تحت نام نام. انا انا مش فهم يعني احنا انا وانتا مصدقين ان في فعلا حاجة ممكن تظهرنا كده اكيد يا ابني ما فيش حاجة اسمها منظمة هي اه ظهرت لنا في فيديو قبل كده بس اكيد يا ابني الكلام ده مش مش هي ومش منطقي اصلا واطلع وما ما فيش خوف وتجوب قليلة هوت وما فيش اي حاجة ظهرت لنا احنا من الصبح لحد دلوقتي فوق الاربع ساعات واحنا نايمين تحت الارض بنشم ريحة الدرت عشان نشوف موضوع بنظمة والحد دلوقتي يا فاديش اي حاجة مفيش اي حاجة اللي هي علاقة بنظمة القرويات نايمين كل حاجة بامان وسلام واتوقع مية في المية ان الحاجة اللي هي علاقة بنظمة الosp المود ما اشتغلتش او مش موجودة معانا انا مش فاهم اين اللي بيحصل فا بتضارف الكريا كويس جدا مفيش اي حاجة نهائية. خالص خالص. مفيش بصوا مفيش اي حاجة حرفيا مفيش اي حاجة. يا محمود. فيه اي؟ قولك اي؟ لا قل ل hak حسنًا بنا أَيَّ حَاجَie لا ألاقي.. أعمل نفسك ميت .. يا مرحب احلف والله مات يلحظ الاسطوري مات مات والنبي ونبي والنبي معاسف والنبي أموت والله 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 والنبي والنبي هل هي رامي يا رامي هل أعب المكان لديك شيئًا؟ موراك ك لو لم يكن شيئًا أوراك يا محمود أما أنني أعب بأجرمي ما؟ شكراً؟ أموراك صديقيًا أتوقع لا أنني أشيئًا كنت أتوقع أن راح تأتي ���ئ قبل أن أرغب أن أرغب أن أتوقع وسمع شرير الآخر بأن أتعال إلقاء في حيات غريبة أو شرير ثاني وصل للمتجع الائف سلام عليكم انا شباب لا لا ونبقى رب ونبقى رب مسلا اش احبب اي رب حرجاني باخر كتير مكماليون جيش لا يخاف من الحروب محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب مكماليون احنا سوح عيلم مش جمور بيكوب نصنع المتعب نعمل من الدحكة فنون مكماليون